سبحان الله والخمد لله لا إله خائلالا سبحان الله الحمد لله الذي أشرفنا من زرية إبراهيم والرأي إسماعيل وعنصر مضر وطينة قريش وسلالة بني هاشم وإطرة سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى بآثارهم إلى يوم القرار ورضي الله عن شيخنا ووصيدتنا إلى ربنا شيخ أبو محمد ابن شيخ أبي محمد الكنتي المعروف ببيبو باسم جمعية إحياء تعاليم الشيخ أبي محمد كنت ببيبو أيها السادة والسيدات نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه نبزع عن حياة الشيخ أبي محمد خامس خلفاء والده في قيادة الطريقة القادرية في غرب أفريقيا ولعل خير ما نسوقه في حديثنا اليوم الذي يتشرف بذكرى هذه الشخصية الإسلامية أن نقدم أمامكم هذا النص الذي بين أيدينا وهي قبصة عن شخصية الشيخ أبي محمد الكنتي تاريخا وأخلاقا وفي الحقيقة لو أردنا أن نتكلم عن حقيقته لكلت ألسنتنا ولجفت شفانا وما أدينا من حقائقه رشفا من الديام وذلك أن هذه الشخصية كادت أن تكون منفردة من نوعها فقد ولد الشيخ أبي محمد من أب كريم آباؤه كرماء بقرية ياصان المحروسة المباركة التي يعرفها عبد الرحمن في كتابه أن نبزع عن حياة الشيخ أبي محمد بقوله أن جاه الله من البلايا والفتن وكلمة الصان الأمانة والإسلام لأهلها قد ترعرع الشيخ أبي محمد في هذه البيئة الإسلامية وتعلم كل ما تقضيه الإسلام من التعالم الشرعية وكان ذلك منذ نموب أظفاره فلم يكد يبلغ من العمر ثمانية حجج حتى حفظ كتاب الله مع عدد من الكتب الفقهية ولا يتسع المجال لذكرها وكان الشيخ أبو محمد عليه رحمات ربنا التطرى غزير العلم واسع المغفرة قوي الحجة شاطئ البرهان غير أن الكثيرين لا يعرفون أنه صاحب مقامات عالية وأحوال سامية وأزواق روحية راقية وهكذا كان شيخا جليلا صافي القلب نقي الفطرة مؤمنا بالله ومستقيما لله أساس السعادة والنبراس الهداية ومراعيا لحقوق رب العزة والجبروت كان تقيا نقيا طاهرا علما فهو كما يقول الشاعر وهم القوم فاق العالمين مناقبا محسنهم تحكى وآياتهم تروى موالاتهم فرض وحبهم هدى وطاءتهم ود وودهم تقوى وكان مهتما بالعلم والتعليم وخاصة المحاضرات القرآنية فهو رجل إن جئته ألفيت حول بيته مجالس يشفى بأحلامها الجهل ولم يكن شيخ أبو محمد صاحب الشريعة فقط بل كان ذا حقيقة كاملة مكملة فهو كما يقول شيخ الشيوخ شخصي المختار الكنتي منهم ولي ومنهم مقصت بدل الغوث منهم ومنهم قائم السحرين ولم تكن فيه درجة واحدة من هذه الدرجات بل اجتمعت كلها فيه فهو الولي الكامل والقطب المبجل والغوث الرباني وفي يوم التاسع وإشرين من شهر عبريل سنة 2006 نوعي المجاهد الإسلامي البطل الصوفي القادري المتمكن الحاجي شيخ أبي محمد رحمات ربنا عليه كما قال القائل نعي أتى قد أشاع الحزن واندهشت منه القبائل من ضيض وسودان وفي الختام أقول لا زال يرحمه المولى ويسكنه أعلى الفراديس مخصوصا بردواني لكل بدر أفول ثم يخلفه المولى نجيما ترينا كل أمعاني لا بأس أبقى لنا في عقبه كرما مختاره المعتلي في كل ميداني شيخ نجيب عديم المثل ليس له معاند وهو زو صلح وإحسان إنا رضينا بكم دنيا وآخرة يا أهل كنت جزيتم خير ردواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله والخمد لله لا إله خائل سبحان الله ترجمة نانسي قنقر